في المجتمع المصر نعم الدستور لما حضرتك كنت المتحدث الرسمي باسم الدستور ايه اهم الكواليس اللي اجتاها يعني جاء الوقت ده اسألك اه اهم الاشياء اللي اكتشفتها الحقيقة وده متصل على فكرة بسؤالك عن الانقسام نعم انه البلد مش منقسمة ان كان معانا الاسلامي ومعانا المسيحي ومعانا الشيوعي ومعانا الليبرالي او الرسمالي ومعانا العالم الدكتور ومعانا المثقف الرافض لكل شيء كل ده تتصور لما تحطوهم في وعاء واحد انه هذا الوعاء ينفجر انما تشوف ازاي هؤلاء الخمسين على مختلف مشاربهم ومقاربهم وغير ذلك استطاعوا انهم يتفقوا على كلمة حق ما شهدتك على السيد عمر موسى كان الحقيقة ادار العملية بشكل يعني اصار اعجاب ودهشة الكثيرين حتى بالنسبة لي وانا بعرفه من زمان لكن اللي كنت بشوفه من طريقة ادارته للجلسات وكيف يستطيع ان يخرج افضل ما في الناس وكيف يستطيع ان يجد نقاط التماس والطلاقي بين مختلف الاتجاهات بدليل انه في النهاية الدستور معظم المواد بتاعته في الجلسة الاخيرة وقد كانت مزاعة على التليفزيون تم التصويت عليها بالاجماع نعم برغم كل تنوع الاراء اللي موجود ده ما فيش شك جزء منه كبير مسؤول عنه عمرو موسى فاذا استطاعت لجنة الخمسين بكل هذه الاختلافات ان تتفق على كلمة الحق ده بيقول انه وفق ادارة سليمة يستطيع المجتمع ككل انه يتفق ايضا على المعطيات الرئيسية والمبادئ والركائز الاسم